طيب انت قلت لي يا عم كريم ان احنا النهاردة كسبنا اسبانيا اتنين واحد مع الرقف بقى ايه ده كلام انت هتحذر ما انت اكيد ما فارقتش على المباراة لو فارقت على المباراة هتقيد كلامي طيب انت ما فارقتش على المباراة وبتقول كريم بيقول ايه كلام تعال اقول لك ارقابنا النهاردة في المباراة دي بالمقارنة مع ارقام المنتخب الاسباني عشان تعرف احنا ليه النهاردة كنا افضل بكتير من المنتخب الاسباني سيبك من حكاية الاستحواز اللي تفوق فيها منتخب الأسبالي الأسبالي بتتفوق في الاستحواز مع أي منتخب في العالم في أي مرحلة عمرية سيبك من الاستحواز طيب تعال اللي بعد كده فرص محققة إحنا أربعة وهم أربعة تزديدات بقى تزديدات 21 تزديدة 17 لأسبانيا إحنا 21 مصر تزديدات 17 اللي على المرمى قد إيه 10 لنا و 6 لأسبانيا يعني الضعف تقريبا إحنا الحارس بتاعنا تصدل أربعة كرات والحارس بتاع منتخب أسبانيا تصدل تمانية عشان محاولاتنا أكتر فتفوقنا في كل الأرقام كنا الأفضل كنا الأحسن ومكسب مستحق جدا صحافة الأسبانية حتى لامت على المنتخب الأسباني بعد المباراة كل الصحف كل الصحف الأسبانية وقعت إنه هما استهتروا بالمباراة وإنه منتخب مصر كان أفضل ومنتخب مصر أقوى وإنه منتخب أسبانيا ساعة مهمته في الدور اللي جاي بنا كرامنا الحمد لله ترجمة نانسي قنقر